بسم الله والأيب والراحة القدس الإله الراحل أحل علينا مرادة وقلال 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 بنعمة رأسنا أن أخذ النهاردة أهم موضوع في اللهوط المقارب وهو أول خلاف لهودي حدث بسبب انشطاء في الكنيسة وما زال هذا الخلاف قائما وده أهمية موضوع النهاردة أول خلاف حدث بسبب انشطاء في الكنيسة كان حول قبيعة السيد المسيح وبدل أهزة منشطاء في مجمع خلق دنيا سنة رغمية واحدة فمسينة هنتقرك للموضوع ده بشيء من التفصيل الموجز لأن الموضوع ده كان ممكن أدرس في عدة محاضرات ولكن لأن المواضيع مرتبطة ببعضيها ما ينفعش حد يفوت حاجة يسمى حاجة فده مجنان في محاضرتين مجمجتين فرغم أنه هو يبدو نتكلم كتير لكن الكلام اللي هنتكلمه كتير ده أكبر في ممتهى الإيجاز من لخص الموضوع قلق أولاً لابد أن نعرف أن كنساتنا المسيزوكسية منذ بداية المسيحية إيمانها لم يتغير ولم يتطور قط دائماً نأمي على تعليم الكتاب المقدس واستلام تفسير من أباءنا الرسل ومن خلفوهم بعد ذلك إلى يومنا هذا نحن نؤمن بأن ربنا يسوع المسيح للمد هو الإله بالتجسد أن لذوت لم يقابنا صوتهم منذ لحظة التجسد وأنه طبيعة واحدة وأكموم واحد كامل في لهوته وكامل في نسوته هو واحد هو الإله المتأنس أو الإله المتجسد ولما بنقوم طبيعة واحدة للإله المتجسد هي طبيعة مركبة طبيعة من طبيعتين لكنها واحدة بالاتحاد بين اللهوت والنسوت صار له طبيعة واحدة تجمع خصائص الطبيعتين غير اختلاط ولا امتزاب ولا تغيير طبيعة واحدة طبيعة واحدة وأكموم واحد شخص واحد كامل في لهوته وكامل في نسوته يجمع كل الخصائص الطبيعية والأكمومية للهوت والنسوت ومالك خلاف حصر ازاي؟ لابد نبدع لورة شوية كان في الغيط المسيحية أكبر مدرسة أو أكبر مدرسة للغاية في العالم هي مدرسة الإسكندري يجيبها ويقابلها من جهة أخرى مدرسة أنقاطية مدرسة كان يقود الفكرة المسيحي في العالم من زورة المسيحية ولكن كان لكل مدرسة منهاتها واسطوبها في التفكير فمدرسة الإسكندرية البهوتية هي امتداد لمدرسة الإسكندرية الفلسفية والعلمية المدرسة الإسكندرية الإسكندرية كانت عاصمة بالصفافة والعلمة في العالم وكانت هذه المدرسة متأثرة بفكر وفلسفة أفلاطون الفيلسوف المعروف واللي فيكو عنده فكرة بالفلسفة والفلاسفة يعلم أن أفلاطون تميز وتميزت فلسفته بالميتافيزيقية ميتافيزيقي ميتافيزيقي النزع والفكش وكلمة ميتافيزيقي أي ما وراء المادة أو الطبيعة فكان لا ينحصر تفكيره في العالم المحصوص المنظور ولكن كان يؤمن بما وراء الطبيعة غير المنظورة بعالم الروح هذا الفكر وهذا المنهج هيا علماء هذه المدرسة لقبول كل ما يخص الإيمان إن إيماننا في الأول والأساس هو إيمان بالله وبالعالم الآخر وبعالم الروح السماء وما حولنا فكانوا مهيئين لما قبلوا الإيمان المسيحي وهم من تلامسة مدرسة الإسكندرية أن يتناولوا مثل هذه الأمور اللاهوتية الميتافيزيقية باتضاع فكش كم ينحنوا أمام هذه الحقائق لا يخطعوها للفحص الفيزيق المالي ولكن يدركوها ولكن يدركوها بما هو غير مادي أيها وإن كانت أمور في الإيمان قد لا يمكن فحصها دقيقاً بالعقل إلا أن المهم والأهم أنها لن تعارض مع العقل ما تعارض بين هذه الحقائق أو هذا الإيمان وبين العقل البشرين فعلشان كده كانوا بيعبروا عن مثل هذه الأمور أما يتكلموا عن الفداء والتجسد يقولوا سر الفداء سر التجسد أما يتكلموا عن اتحاد اللاهوت بالنصة يقولوا سر الاتحاد فهي أمور لا تتعارض مع العقل لكنها تسمو فوق العقل عشان كده كانوا مضططين جداً كل ما هو فوق العقل الحقائق بتاعته مبنية في الأساس الأول كل ما هو ميتة في زيط على معطياتنا من الكتاب المقدس والوحي الإلهي وبالتالي هذا المنهج وهذا الفكر حماهم من الإنحراف متلقوش فيها راطق أبداً معروفين خرجوا من مدرس الإسكندرية في المقابل من الناحية التانية كانت مدرسة أنطاقيا متأثرة بفلسفة أرستو وهي الفلسفة الواقعية التي تعتمد على الطبيعة على ما هو محسوس ومحسوب ومقاس وقابل للفحص والتبريد والقياس هذه الفلسفة تصلح جداً لدراسة العلوم التجربية الفيزيقية ودي تأثرت بها مدرسة أنطاقيا والغرب أيضاً مشي تبعها عشان كده تلاقوا الغرب تقدم جداً في العلوم التجربية الهندسة الطب الفيزيق وما إلى ذلك لكن الشعب الوحيد اللي نبغ في الأسنين معاً كان هو الشعب المصري نبغ فيما هو فزيقي وفيما هو ميتا فزيقي أيضاً وكلنا يعلم حضارة مصر وعظمتها هذه المدرسة تعتمد على التجريب والفحص والاختبار المحسوس المنظور المادي هذه الخلفية أثرت على علماء اللهود في هذه المدرسة وعلشان كده خرج منهم هراتق كتير لأن لم يخضعوا عقولهم للحقائق الإيمانية التي تعبوا فوق العقر حب يخضعوها للفحص والتجريب زيها زي المادة أو الطبيعة اللي بيدرسوها لذلك خرج هراتق كتير من هذه المدرسة لدرجة بعض الأباء لقبوا هرستوا بأبو الهراتق لو استرجعنا بعض الأسماء بدء من أريس أريس حك بالرغم لأنه مصري يعني مش مصري هو تليدي لكن تابع الكرسي ماري موروس إلا أنه درس وتتلمس في مدرسة أنطاقية كان يتزعمها واحد اسمه لوكيانس بعد بيئة أبوليناريس بعد بيئة أبوليناريس بعد بيئة أبوليناريس نصطور وغيرهم كل دول من مدرسة أنطاقية هذه الخلفيات أثرت على طريقة الإدراك لسر التجسد وسر الاتحاد فبالنسبة لآبأنا أموا وأعتقدوا بوحدانية المسيح له المد بالاتحاد وبالاتحاد الطبيعي وبالاتحاد البقنومي وأنه واحد أما شرح كيفية هذا الاتحاد ومهيته قالوا سر الاتحاد اللي خلى ما هو طبيعي حين بيبقى جير مدرك كلنا نؤمن أن الإنسان مكون من جسد وروح والروح متحدة بالجسد وإلى يومنا هذا بعد آلاف السنين لا أحد يدرك كيفية هذا الاتحاد ويشرحه مع أنه حقيقة يقرها الجميع لكن من يقدر يفهمه ويشرحه؟ محدش في اتحاد اللي هوت بالنسوت عبروا عنه بسر الاتحاد وكل المسلمات الكتابية تؤيد هذه الوحدة وهذا الاتحاد لم يتكلم الكتاب قطعا إثنينية في السيد المسيح أو بين اللهوت والنسوت بل بالعكس حتى مرة بيتكلم بيقول أنا والآب واحد أنا والآب واحد ودي عجيبة سوية الابن والآب واحد في الجوهر واحد في الجوهر لكن الأب أكنوم والإبن أكنوم لما يقول أنا والآب واحد يبقى واحد في الجوهر في الجوهر لما قال أنا كان هو في حالة التجسد أو كان بدون الجسد وبدون الناسوت أو كان بدون الجسد وبدون الناسوت بعد التجسد لأن السيد المسيح هو اللي بيتكلم الإله المتجسد فهيقول أنا والآب واحد يبقى واحد في الجوهر من رآني قد رأى الآب فكل الحقائق الكتابية تتكلم عن المسيح الواحد ولم يتقرق أي نص إلى إثنينية على الإطلاق عشان كده أبقنا شبهوا هذا الاتحاد باتحاد النفس أو الروح بالجسد باتحاد النار بالقمر أو بالحديث إن محدش قدر يقصلهم ولم يتقصرهم كعاد النفس باتحاد المجتمع ولم يتقصرهم نعم ذلك ذلك فالحديث المحمد السفر يحمل كل صفات الحديد من قتلة ووزن ويحمل كل صفات النار من الإحراق والتوهج والفحم كذلك درجة نقول واحد ممكن نقول على الحكة الفحمة هات حكة ولعة تماسك الفحمة ولا الولعة ولا النار بقى حاجة واحدة أبقى نقدر تشبيه لهذا الاتحاد لكن الدخول في تفاصيل الفحص كيفية الاتحاد قالوا سر الاتحاد وده تعبير أبقى اللاهوتيين حتى نبص نلاقي في الأداس تتكرر كلمة أو يتكرر التعبير غير المدرر غير المفحوص غير المفصوص مش بسهولة يتوصف فقبل هذا الإيمان منذ بدء الإيمان أو بدء المسيحية واستمر ويستمر معنا هذا الإيمان بكل يقين إن هو الإيمان كده الإيمان هو ووثقه بما يرجى والإيمان بأمور لا ترى إن حاجات فوق العقل لكن لا تتعرض مع العقل تيجي في مدرس الأنطقية ما قدرواش يفهموا الاتحاد بهذه الطريقة ولكن حد يرضوها الفحص الضقيق قوي كما لو إني اتحاد كيميائي أنتوا عشان عنصرين ياتحدوا في الكيمياء إيه شروط هذا الاتحاد إيه حد تخصص كيمياء هنا حد تخصص كيمياء عارفين يقولوا مثلا التكافئ كل عنصر له تكافئ ما يكون في حالة ناشطة ده يقولوا أحالي التكافئ وده سناء التكافئ لو في حالة ناشطة إنه قابل للاتحاد يعني إيه أحادي أو سنائي لابد أن يكون المدار الخارجي المحيط بالنواة يبقى فيه ألكترونات كل مدار عشان يبقى ساكن أو استاتيك يبقى فيه تانا الألكترونات تنسيلك كيمياء من بعض مع بعضهم بالفروض لكن عشان يبقى في حالة قابل الاتحاد لإما يبقى فيه ألكترون زاين أو ناقص بعدد معايد يعني لو فيه عنصر المدار الخارجي فيه ألكترون واحد يسموه أحد التكافئ فأمتى يتحد يتحد لو مع عنصر تاني المدار الخارجي فيه سبعة فيجي يتحد الواحد مع السبعة يكتمل فيقونه مركتب يبقى فيه اتحاد يصل الكمال مع بعض يكمله بعض نفس الوضع لو سناء التكافئ ممكن عنصر يبقى اتنين في المدار الخارجي والعنصر الآخر اللي يتحد معه يكون ناقص اتنين تعرفوا زي الماء يقولوا يد اتنين ألف اللي هيدروجين أحادي والأكسجين سناك أو ممكن يتحد المهم يعني لازم يكون مش هنحاولها لكمية لازم يكون زايد أو ناقص حالة أو بمعنة صح ناقص عشان يكتمل لازم يكون عشان يحصل الاتحاد لازم يكون العنصر ده ناقص محتاج ما يكمله وإلا ما يبقاش اتحاد لو حطينا بقى عناصر سبتة غير قابلة الاتحاد بيبقوا زي خليط أو مزج أو أي حاجة كده يعني فدي الخلفية الفلسفية بتاعتهم فما قم يفقّروا في الاتحاد جاء أول واحد اسمه أبو ليناريوس لأ الكنيسة كلها بتقول اتحاد اللي هود بالنسود وكل الحقائق كل المصوص بتتلم عن المسيح الواحد زود طبيعة الواحدة هي طبيعة الإله المتجسد الإله المتأنس هو بقى عايز يشرح متبع بقى الخلفية بتاعه فعشان يشرحوا أو يفهموا طيب كامل مع كامل يبتحك ما ينفعش يبتحك طب ده الجماعة دول بيقولوا في التحاد يبقى لازم فيها جانب منه ناص مين هو طبعا مش يقدر على اللهوت مش يقدر يقولوا اللهوت ناص فعل بس يبقى أكيد النسود الإنسان بيتكون من ايه من روحه جزء يبقى يبقى النسود اللي خده السيد المسيح ما كانش فيه روح إنسانية اللهوت حل محل الروح الإنسانية وكده بقى طبيعة وحدة يعني خل الكامل اتحد بجسد بدون روح فميتقلش علينا صوت أصلا إن عشان أقولنا صوت يبقى لازم يكون الإنسان جسد وروح غير كده جسد بس عشان كده أبقنا لما ردوا عليه وقوموا هذا الفكر بإنه نؤكد حتى في الأداس نقول تجسد وتأنس ما نقولش تجسد بس لعل لا يظن أحد إن احنا بنقول زي أقول نريس إن أخذ جسد بدون روح لكن التأنس عشان يكون له إنسانية كاملة ونسود كامل يبقى لازم بروح وجسد إن أصلا لماذا حدث التجسد أنا طبعا ما قلتش في البداية لإن أنا شرحت لكم الحاجات دي السنة اللي فاد أما خدنا عاقيت للفداء وقلنا لكي يتم الفداء كان لابد من التجسد وخدنا التجسد بصفة عامة دون الخوض في التفاصيل فهنا لو التجسد الله خد جسد فقط بدون روح هل دا يبقى إنسان لا ما يبقى إنسان اللي بدون روح دا الحيوان بص دا لا حصل لا كده ولا كده المهم قومته الكنيسة وحكم على هذا الفكر بالابتدع والهرتقة وصار مرفوضا تماما من الكنيسة في كل مكان مثل هذا الفكر وأكد أباؤنا بأن السيد له المجل كامل في لهوته وكامل في ناسوته كامل في ناسوته يعني اتحق بجسز ونفس بشرية أبو أبو لوناريو إزاي متأثر بإيه مدرسة خلي بالك يا أولاد المقدمة اللي قلتهالكو دي عن الاختلاف بين فكر المدرستين لو حططوها في ذهنكو هتفهموا تطور الخلافات مش إزاي وكل مبني على هذه النقطة فحطوها يعني نقطة أساسية بزي أنكم تفهموا بيها الموضوع ماشي ازاي مش عايزكم تحفظوا فقط يعني تحفظوا برضو لكن لك تكونوا فاهمين ما تحفظوا بعد شوية جي واحد من مدرسة أنطقيا رسموه بطرق على القسطنطنية اسمه نصطور أو نصطوريوس بالعربي جنون نصطور على كله طبعا الكنيسة بتجمع وتؤكد على أن السيد المسيح له المجد كامل في لهودي وجامل في ناسه وديه فأصبح الموضوع ده مغلق تمام من حق يقول غير كده فهو قايت كده بقوة وهادم جدا أبو لناروس أبو 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 كده كويس خالص كده قال أن المسيح اتنين اللي هو أنه ستة فيه نوع من المصاحبة المرافقة الانتصاد وأن السيد المسيح له المن طبيعتين وأقنمين لا يربط بينهما غير الشكل الخارجي أو يسميه البرصوب وقال بعض التعبيرات يقول أنا أكرم الحامل من أجل المحمول أكرم السوب من أجل المترد فيه وبناء لهذا الفكر بيبقى المسيح في نظر ايه اتنين فبناء على ذلك رفض أن يقول عن السيدة العزراء أنها والدة الإله أن العزرة ولدت مين في نظره بقى أنه صوت فقط النسوب حالة واللهود حالة تبا هي والدة الإنسان محدش يقول أبدا أنه أليه دات الجلال فطبعا فطبعا الفكرة ده أول لما ظهر ربنا بيرتب يا أولاد حتى لو بيسمح ببعض مثل هذه الأمور لكن هو ضابط الكل بيكون مهي من يخد الكنيسة في الرق على مثل هذه الهرتقات والبدعة فكان ده أثناء حياة البابا يرلس الأول عمود الدين أو عمود الإيمان وهو من الشخصيات الفزة التي طفر كنوستنا بها كان موجود منذ صغره وكان خالو البابا توفيلس معلش يا أحنان نحكي لكم حواديث مع الحكاية عشان بتعرفوا الظروف اللي ماشية زي البابا توفيلس كان ليه أفض والإتنين تيتموا صغيرين مين اهتم بتربيته البابا سماسي صرصه هو اللي اهتم بدربية البابا توفيلس وأخته بعد كما كبر البابا توفيلس وبقى هو اترسم البابا الثلاثة وعشرية وأخته اتجوزت وأنجبت وأنجبت قفل جنيل اللي هو الكديس كورولوس فهو يتتلمز على حياة الفضيلة مش عشان يتراهبن بس عشان يتلمز على حياة الفضيلة لأن أباءنا دايما يتميزوا مش بعلمه بس بعلمه والطقوة مع بعض كل علماء الكنيسة وأباء عندنا اتدسين صحيح مش كل الكنيسين علماء لكن كل العلماء اتدسين في كنيستنا وكان موهوق صوته جميل وبليغ ومفسر للكتاب بصورة جميلة وكأن الروح القدس ينطق على فمه علشان كده بقنا كلمت عبرات حلوة يقولوا اللابس الروح المنتحف بالله يتكلم ويفسره وكأنه بوحد المهم لما حصل نصور قال كده البابا قيرولوس طبعا رفض هذا الكلام لأن أخطر ما فيه إيه أنت هتقول العدرة مش والدة الإله والمسيح دايما اثنين كل فعل يعمله فعل إنساني فعل إلهي أخطر أخطر ما فيه كده بقى إيه لو تدرجنا لغاية ما نوصل للصليب طب يبقى مين اللي تسلب الإنسان وإحنا قيمة الصليب بقوله إن اللي تسلب هو الإله المتجسد صحيح اللهود غير قابل للألم عشان كده نقول يا من زاق الموت بالجسد ولكن بالاتحاد بقى من سبلي فأصبح لقيمة لا نهائية فهذا الفكر يهدم من الأساس قضية الفداء والخلاص فالمهم البابا كيرولوس قعد يرسله رسائل ودية كتيرة ما قابلش أنا معلش نقطة حتة هرجع لها تاني ونكمل النهضة داية عايزكوا برضو تبقوا تفهموها قبل من نتطرق لبعض التفاصيل إحنا استخدمنا لغاية الوقت بعض المصباحات زي كلمة طبيعة وأطموم مش كده من طبيعة لهوتية وفي طبيعة بشارية في أطموم لهوتية وفي أطموم بشارية ما هي الطبيعة وما هي الأطموم أنا أطموم أنا أبدأ لكم بالحاجة البسيطة الأول وعايزكوا أنتوا اللي تجاوبوني مش أنا اللي هاشرع لأنه 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 كل ما فهمنا يا أولاد تتفق مع العقل اللي يفكر هيلاقي ده المنطق إحنا كلنا كده وإحنا عادي طبيعتنا إيه طبيعة بشارية مش كده طبيعتنا واحدة ولا أكتر كلنا طبيعة واحدة طيب كلنا أقنوم واحد أو شخص واحد ولا كطار إذن كل واحد مننا له طبيعة ولو أقنوم أو شخصية مش كده طيب عايز حد يقول لي إيه الفرق بين الطبيعة البشرية والأقنوم البشري أو الشخصية البشري متخفوص يعني حتى اللي يغلق مثل مين يقول لا اللي عارف يرفع عيده كده بوضوش آه هنا ما فيش خالص طب قولي يا بنت وانتي عادة آه آه مختلف فيه بقى ماشي ماشي مختلف فيه مزبوط دربة الحرارة واحدة وظائف الأعضاء واحدة التشريح واحد كل الحاجات دي نطفت فيها لكن كل واحد من هنا بيتفرد بشخصيته الشخصية هي اللي بتفرد بيه ببساطة جديدة لو اتنين قاعدين قدامي هقولهم في الآباء الآن عندي أبونا مجلس آه وأبونا مجلس آه ببساطة جديدة الاتنين طبيعة واحدة لكن اتنين شخصية مختلفة أو اتنون مختلفة عبروا ببساطة جديدة إيه الاختلاف اللي بين أبونا مجلس وأبونا مجلس منعارف إن الشخصية هي الشخصية بقى قولوا حجاتكم محددة انتو بيتميزي بينهم بايه قولي يا ده نه بالشكل أبونا ده شكل مختلف الوزن الصوت الفكر السلوك السلم فإذا كانت طبيعة البشرية عبارة عن جسد وروح فهي كل الصفات الخاصة بالجسد والروح اللي بتديني فرديتي يعقول الشخصية الإنسانية أو الأقنون الإنساني هي مجموعة الصفات الجسمية والزهنية والسلوكية اللي بتميز فرض عن التاني صح؟ حد مهترض على كده؟ طيب احنا طبيعة واحدة طبيعة البشرية كلها واحدة لكن أقنيم البشر كان بعدد أفراد البشر احنا طبيعتنا مركبة عشان كده شخصيتنا مركبة نيجي في اللهوت الله بسيط فطبيعته بسيطة غير مركبة أعلن عن ذاته أنه لو طلت أقنين الآب والابن والروح الخدس وإحنا شرحنا الثلوث الخدس السنة اللي فات لأن الله طبيعته بسيطة فلا يتجزى هو طبيعته واحدة ووحيدة طبيعة واحدة ووحيدة احنا طبيعتنا واحدة لكن هالوحيدة لا متفردة في أفراد كتير لكن الله لأنه طبيعته بسيطة وأقليمه بسيطة فطبيعته واحدة ووحيدة فالله كله آب والله كله هو الإب وكله هو الروح الخدس يحمل نفس يعني يعني أنا هشبهها بطريقة تاني بس مش عايز استطرت فيها ولكن عايز وحصل اتحاد اتحاد اتنومي يعني احنا بنقول مين مين اللي تجسد في الأقليم الابن الابن تجسد بطبيعته اللهوتية وحصل اتحاد طبيعي باتحاد واتحاد اكمله فالطبيعة الابن بطبيعة اللهوتية اتحاد بالطبيعة البشرية طيب لما اتحاد بالطبيعة البشرية اتحاد بالطبيعة كلها ولا طبيعة لها فرديتها لها فرديت مش كده لان ربنا يسوع المسيح كان له فرديت ونسوتية نقدر نميزه عن بطرس ويحنا زينا ما يست انا انا بطرس او اي حد فيه فحصل اتحاد طبيعي اقنوم الكلمة بالطبيعة اللهوتية اتحاد بطبيعة بشرية لها اقنوميتها وصر طبيعة من طبيعتين واقنوم من اقنومين هذا الاتحاد تم بصورة منذ اللحظة الاولى لم يوجد الناس لا طبيعيا ولا اقنوميا اولا ثم اتحاد ولكن ووجد في الاتحاد ووجد متحدا من اللحظة الاولى لبشارة الملاك للسيدة العزراء الكلمة الكلمة صار جسدا تكون الناس في الاتحاد فوجد ووجد متحدا طبيعيا واقنوميا وزي ما قال معلمنا او قديس كورولو الصار في الاتحاد طبيعي واتحاد ايه اقنومي واضح الكلام داخل الدماغ ننقل لنصور نصور قال ان السيدة المسيح ما فيش اتحاد حقيقي مجرد مصاحبة او انتصاق وانه طبعتين واقنومين ونصب عليه ايضا ان ممكن يكون اللهوت حلف النصور او تصق به بعد تكون النصور عشان كده القديس كورولوس كان بيقول دايما ان الله ان اللهوت لم يتخذ انسانا بل صار انسانا لم يتخذ انسانا برصار ايه انسانا او لم يتخذ شخصا يعني مكانش الناس تتكون وبقى شخص لو كيان موجود وبعد كده خذ ولا المسيح له المجل وجد في الاتحاد حد من الكشاف يقول حد من الفراشين يدف التكيف معنا محرر لكن عشان يبقى يبقى خلي بالك عشان هنكمل اوعى تسرح المهم يولاد نصطور قلب كده البابا قرولوس حاول معاب طريقة ودية ما امتنش فقعد يشرح بقى بصورة رائعة التجسد الالهي ودي احيانا بركة ربنا بيحول حاجة الشر الخير بسبب الهرتقة بتاعة نصطور صار لنا تعاليم رائعة وجميلة عن التجسد الالهي في غاية العنق والقوة المهم من الصور لم يستجد والكل بدأ يستغيث بالبابا كيرولوس الاول اعمال الدين الموضوع لما احدث بالبلا اخصوصا من النصور كان بطريارك الكسطنطينية العاصمة فبدأ 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 في بالبلا وألأ يحصل مما دعا الامبراطور زيودوسيوس يدعو الى مجمع مقدس مجمع مسئول وكلف البابا صلاة وعلم في آمن وحد فكانت زالب الوقت عاش القديس الأنب شنود رئيس المتوحدين فالبابا ترك القلبة والقديس مشنة ده طنضالية وعاني فالبابا كيرولوس السبعان عشان يروح معاني ما كانش نسموح لكل حد يخبر المجمع بالردى المعينة وعشان كده البابا كيرولوس خلاه رئيس متوحدين يعني كان الردى دي خدها مخصوصة عشان ايه تمكنه من حضور المجمع لما راحوا بنية خالصة من أجل الله وبإيمان المستقيم حسب المعاد المحدد وقبله كانوا وصلين جهزين كان أصدقاء مصطور من بتوع أنطقية أو مدرسة أنطقية وما كانش مصطور لوحد له هذا الفكر بس لأنه كان بطر بكستنطنين في الفكر يعني انكشف لكن فيه آخرين زي وأخطر مكانوش واضحين فكانوا متضايقين من اللي بيحصد فكان بطر وأنطقية في ذلك الحين اسم يوحنم مكانوش معلش يعني يعني استثناء كانوا يعني يسمع يوحنم تبقى كويسة بس دا يعني جاء ماش كويسة كان اسمه بطار وأنه كنت ماسك الموضوع يعني اللحواتية التاريخيا فلما لقيت اسم سؤدورته زاهر وعمال يتكرر فبس قالوا لابد صليب من سؤدورته بس معه كتير ما كنتش عارف قبل كده فجد لي بقى شغلة العيلة بتاعته كان ابن عام نص صغر أو ابن عام قنقز يعني وما هنتطرق بعد شوية في التفاصيل تعرف كان دور كبير في القلق اللح حسنا المهم البابا تيرل رسول اللي معاه راح وبدري وجي وقت المجمع الفريق بتوع أنطقي أو يسموهم الشرقيين تعماد ويتأخر انتظروهم عدة أيام وهم متلكئين مش عجين يحضر لأن عارفين أن لو حضروا في حكم هيبقى على مصدور هم عايزين يفشلوا الحكم بأي طريقة فاتأخروا أكتر من اللازم مما اضطر المجمع أنه ينعطر البابا كيرلو صبعا كان كتب كتابات كتيرة المجمع اعتمد عليها أهم ما كتب في هذا الموضوع بصورة محددة واضحة قاطعة حاجة اسمها البنود الاثناشر بيوسط بيها التجسل والاتحاق يقول من يأكل كذا 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 يكون محروم كذا كذا يكون محروم السموح المحروم الاثناشر أو البنود الاثناشر دي كانت محددة كبدا ودقيقة إلا المهم حكم مستور في دوق تعليم الكنيسة وعلى رأسها في ذلك الوقت أو يقودها البابا كيروس بتعليمها وكتبها دي اتحكم عليه أول لما يحن الأنطاقي واللمعان عرفوا أن المجمع نعقد رحهم وصلين لأن النصور كان في القسطنطنية فكان على علاقة طوية بالقادة والحراس واحد اسمه كان دنيان كان ديديانوس واحد اسمه غريناوس صغير فكانوا عامين خطة المهم أول لما عرفوا أن المجمع واخد وحكم على مصطور المجمع نحن نقول في أفاسوس كان المتين بأفاسوس هم عددهم كان حوالي ثلاثين رحوا عملوا مجمع لوحدهم ورحوا حرموا فيه القديس كيرولوس وكتاباته هو ومن أسقف أفاسوس وعملوا حاجة تانية بالتآمر مع بعض القادة والحراس أن منعه لوصول قرارات المجمع الرسمي للإمبراطور وقفوا في الطرق منعه أنها توصل وأعطوا فرصة للمجمع اللي عقدوا البطرياركي يحن الأنطاقي ومن معه باعتبار لك إنه هو المجمع وبعتوا القرارات بتاعته للإمبراطور قالوا المجمع عن عقد وقرر الآتي حرم القديس كورولوس والبابا كورولوس والأسقف ممن أسقف أفسس الإمبراطور طبعا تعجب لكن خضع لقرار المجمع اللي وصل فأمر بحبس البابا كورولوس وممنا المسقف أفسس طبعا أباء مجمع أفسس دايقوا قوي اللي بيحصل ده وإزاي مش قادرين نوصل قرارات المجمع بسبب الجنود والزباط وفل مكان منعين الوصول قالوا لك مش منق نسيب الأمر هكذا ففكروا في حين إزاي وصلوا قرارات المجمع للإمبراطور فجابوا راهب لبس لبس شحات وحطوا قرارات المجمع جوا عصايا وجوافة قالوا للطروح عشان توصل قرارات للإمبراطور دو كويس الرهب ده ممكن يعدي كشحات الجنود والزباط دول مش هيوقفو لكن ازاي هيدخل للإمبراطور مين يوصل فكان في ذلك الوقت رهبان القسطنطنية أو شوفوا يا أولاد الرهبان في كل العالم مش في القسطنطنية بس كانوا ينظروا إلى مصر وقرس الإكسكندرية بكل الإجلال والإحترام والثقة لأنها أصل الرهبان ومعلمة الرهبان واللهوت فبتقردهم قرهبان عن كل المناصب وكل ما هو يغري فكان نظرتهم مخلصة فكان ينظروا دايما لأباء الإسكندرية والرهبان مصر إنها المسألة الأعلى ويقولونها فكان في اتنين منهم زومة كان عالية من رهبان البسطنطنية من الشيوخ كان الملك يجلهم جدا وكانوا حبسات متوحدين فكان من حين لآخر الملك سؤدسس يروح يتبارك بهم ويزرهم بنفسه ويطلب صلاة فأباء المجمع قالوا للراهب ده قالوا أنت تروح عند الاتنين دول خلي بالك وأقول لكم أسمعهم ولا تتعجبه وتصبره للآخر هتعرف التفاصيل كان واحد منهم اسمه دلماتيوس والآخر اسمه المطاخ المهم أول لما وصل وسلمهم القرارات وعرفوا أن البابا كيرولوس في السجن دلوقتي هو من أسك في أفاسوس مش أرسلوا للملك خربوا بأنفسهم تركوا عزلتهم أو وحدتهم كان ليهم عشرات السنين لم يتركوا البرية ولم يغادروها ولم يتركوا مغيرهم ففوق الرهبان في كل مكان إن الشيخين العظمين المتوحدين خرجوا متوجهان إلى القصر الإمبراطوري فكل الرهبان خرجوا وراهم وكونوا خوارس فطور السكة بقى يسبحوا ويرجعوا مع بعض فحدث ضدع في المدينة شافوا أهل البرية والشيوخ الأجلاء قادمين ارتدت القسطنطينية كلها وصل الخبر للإمبراطور ايه في ايه ده القديسين ده القديسين ده المطيس وأطاخ قادمين لمقابلة جلالتك اضطرق وتعجب وخرج لاستقبالهم فاعتبوه ازاي البابا كيرولوس يسجنوا ممنون في حين اللي القرارات المجمعة بحرم نصطور وتعليم المسق الملك مسق قرارات المجمعة وقرها فعرف في الحقيقة فأمر في الحال بإطلاق صراح البابا كيرولوس وممن وتم استبعاء فريق من الجانبين ان دكهم برضو ادعوا ان هم مجمع او المجمع فلما علم بالحقيقة اعتمد قرارات مجمع افاسوس برئاسة البابا كيرولوس واعتمد عزل نصطور وحرم ونفيه وبعد كده انتم عارفين اتنفى لما حب ينفوه هو يعني اتنقل في اكتر من المكان ملقوش افضل من اخمين عند الانبش من درئيس المتوحدين معقل الارثوزوكسي اللي مش يقدر ينسر فكرة هناك يعني موقف منهم فوري كله رجع لكراسين وحصل انقطاع وقطيع وانقسام وعزلة لكرسي عن باقي كراسي او عن الكنيسة الجامعة لكن في الحقيقة البابا كورولوس رجع منهج القوة احنا بملكوا الكلام ده في كلمتين لكن تعرض للإهانة والضغط والألم بصورة اجهدته صحيا جدا المهم ما رجعوا وفضلهم دول مفروزين وليسوا في شركة مع الكنيسة كلام ده كان سنة ربعمية واحد وثلاثين بمساعي من مكسيميانس واخرين ارادوا لم شامل الكنيسة واني صلحوا اللي رفضوا مجمع عفاسوس على أباء المجمع وعلى رأسهم البلد قيرولس عمود الدين فالإمبراطور بعد ليحمى الأنطاق ومن معه انه هم يغضعوا للمجمع ويكونوا في شركة مع الكنيسة وإلا هيفض موقف منهم الوقت المفروض ياخذ معقف في الحال هو أجله على الأساس يعني يتبقى في فرصة للم الشعر تدخل في هذا الأمر أحد الأساس الشيوخ أيضا أككس أسقف حلب فرح لليحنى أمام معه هو كان رجل بسيط أولا الأمبراطور قال أن يدخلوا في شركة مع الكنيسة بخضوعهم لقرارة المجمع وهي أولا محرم مصطور واعتمام وتقدير كتابات القديس كورولوس اللي هم اتهموها والاعتراب بماكسيميانوس بطرق على الكوستنطينية بضل نصور وأن العدرة والدة الإله اللي هي قرارات المجمع ده اللي كتب كده صراحة الملك بناء على شروط المجمع اللي حددوها لمن يكون في شركة معهم فهم طبعا لما لقوا نفسهم تحت ضبط وبقى مش قابلين فعملين المنورات بقى فبعتوا مع أكاكيوس قصقه في حلب للبابا بيرولوس بما أنه هو كان رئيس المجمع أنه ما عندهم ش مناق في شركة بس بشرط هنكتفي بتحديد الإيمان اللي في مجمع ناكيا اللي هو قانون الإيمان والكتابات اللي انت كتبتها دي كأنها لم تكن تترجع عنها ونبقى في شركة فطبعا رفض اللي هو بقى رص وكل أبقى مع أفسوس إزاي تنازل عن كتابات ويعني معنى كده إن النصور ده بريد يعني أو ما أعملش حاجة أو كأن كتاب ده قد يذكر رص غلط فرفض قال شرط الدخول فقالها تنازل عن كل ما هو شخصي وعن كل الألام والإهنات اللي تعرضت لها لكن لن أتنازل عن الإيمان يقر إن الكتابات كتبت باستقامة وإن النصور اتحكم عليه لأن الكتابات كانت بحق إن العجرة والدة الإله يحرم مصطور ويقر بمكسيميانس بطرة مدى المصطور برضو مش قابلين فالإمبراطور اتغاز وقال إذا ما قبلوش بقى حالا هيتنفس فيهم قرارات المجمع بالحرم زي نصور فقالوا خلاص عملوا حاجة تانية كل ده بعدم استقام قاعد خلاص أنت تروح تنوب عننا للبابا كيرولوس وفي شركة معنا أما وصل بولوس أسقف حمص إلى الإسكندرية كان البابا كيرولوس تعبان جدا كان مريض وكان منهى فقعد أيام مقابلش حد بعد فترة لما تعافى شوية قابل بولوس أسقف حمص قالوا خلاص نحن نبقى في سلام وهيبقى في شركة مع بعض قالوا طفين حرم مصدور وأقروا بالإيمان تتبات سليمة وأقروا بمحسن يامس قالوا لا هم مفوضوني أنا وأنا ممكن أوقع لك على كل حاجة لكن هناك موضوع تاني كنا عايزين نتكلم فيه هما مكلفين بيه أول موضوع قالوا له أي رأيك في فكر البابا أساناسوس في رسالته اللي انكتبها لباكتكتوس أسقف كرانسوس طبعا البابا كروروس والآباء كانوا بيستخدموها كتير لأنها كانت بترد على المصدور قالوا لو رسالة سليمة طبعا نقبلها تمام فورا بس نشوف هل معاك الرسالة دي متوافقة مع اللي عندنا ولا حصل فيها تزوير لأن فيه حاجات يا أولاد كانت بتحصل أنه ممكن يشيلوا بعض الكلمات ويحطوا حاجات تغير المعنى وتخليها متوافقة مع الفكر بتاعها وحصل تزوير في كتبات بعض الأباء وعشان كده لازم نكون معايين لما فيه كتبات تنشر دلوقتي يقولوا عن مخطوطات قديمة لازم نتحقق أن هذه المخطوطات القديمة تتطفق مع الحبات اللي عندنا إن ممكن تبقى منصوبة لأباء كدسين لكن يكون ملعوا فيها من الأصل من زمان فلازم يبقى فيه تحقيق ما ننخدعش في الأسماء فالمهم جابوها وجابوا النسخة الأصلية بتاع الواباء السلاسيوس وقارنوها لأوا بالفعل فيها إيه؟ فيها تزوير فقال له تمرون كنأخذ النسخة كنأخذ نسخة زي نسخة الأصلية لعندك وإدهان قال له أنه موافق على النسخة لعندك تماما وموافق على العزل نصطول وموافق على كتباتك والعذرة وجدت الإله ومكسيميا سودي توقيع أهو هو كان رجل طيب البابا كورولس لما شاهد كده قال له خلاص أنت شخصيا مقبول في الشركة معنا وصل له الجسل معنا لكن قال له بس هو يلمني ما جيش غير بخطاب الشركة قال له هعملولك بس إيه يبعد اتنين معا مش هيسلمول يوحمى الأنطاقي إلا لما يوقع على شروط المجمع باللي هي الشروط اللي ولناها أنا معلش شهدات فيه حاجات بتسقط برجع لها دلوقت اللي أنا بكلمكم من الزاكرة هو قلنا عرض عليه كذا نقطة أول نقطة اللي هي رسالة القديس أساناسيوس تاني نقطة كان فيه أسقف حرامهم مكسيميانوس بتركوا القسطنطينية بسبب انحرفهم فطلبوا منهم أن يحللهم فرفق قال لهم ما قدرش أدي الحل لأشخاص حرامهم أسقف آخر أو بترك آخر تقاليد الكنيسة لا تسنع ده غير إنه حرامهم لأن ليهم أخطاء فإزاي أنا أحلهم فرفق فقالوله حاجة تلتا قالوله طيب هو فيه ناس كتير بيقولوا عليك إنك أبو لناري ليه عشان يقول بالطبيعة الوحيد فكانوا دايماً بيوجهوا تهمة للبابا كيرولوس إنه أبو لناري لأن طالما بيقول بطبيعة واحدة يبقى عندهم كإن حصل زي ما قال أبو لناريوس إن صوت على الأقل جزء منه تلاشى أو يعني فيه حاجة نقص إنه طبيعة لهوتية فلما طبيعة واحدة يبقى كده مهما قال بقى أنه كامل في لهوت وكامل في ناسود لا حسب الخلفية بتاعة ندرسة الأنطاقيا لو قلت واحدة يبقى بتلاشي إيه إنه صوت أو بتقللوا فقالوله فهم كتبوا رد عرض للإيمان يردوا بيه على إيه على الناس اللي بيقولوا كده وبيأخذوا رأيك فيها وعرضينه هنا عرض الإيمان ده كان مين اللي كتبوا سؤدوا ريدوس فالبابا قروا اللي صارا كده لقى فيه أقرر إن العدرة والدة الإله وأقروا أن حصل التحاد حقيقي يعني بين اللهوت والنسو طبعتين وفيه بعض العبارات اللي تفهم كده وكده يعني غامضة هو نفسه واصفه كده فالبابا قروا اللي قال له إيه ده فبدأ أكاك بولوس أسقف حمس يفسرها بالمعنى الأرثوزوكسي لا ده يقصده كذا كذا يقصده كذا كذا ممكن تفهم كده أو تفهم إيه كده فبدأ هو يفسرها كذا كذا المهم البابا قروا الإسلامي عن تمتها قال له عموما أنا هبعد شطاب الشركة ليهم وكتب رد خاص به لللي بيتهموا بالأبو لناري وكتب بيقول كتب أفواتنا الشرقيون قدموا عرض أمام بيقول كذا 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 للرد على اللي بيقولوا بيتهموني بالأرونية أما ردنا نحن فبدأ يرد يعني ميز بين رده هو وكلام هو وكلامهم هما كلامكو ده خليل إيه ليجوا أما كلامنا نحن فهو كذا وكلف اتنين من عنده منضبين أن يرفقه بولوس أسقف حمس ويروحه ليحن الأنطاقي واللي معاه ولا يسلمون خطاب الشركة إلا لما يوقع أولا على شروط المجمعة بكتبات البابا كيرولوس العدرة والدة الإله حرم نسطور ماكسيميانوس بطرة القسطنطينية فطبعا كان فيه منضوب إمبراطوري اسمه أرستلاوس مرافق فرح معاهم قال لهم لا إما هتوقعوا لا إما على الإمبراطور عدل أقول لكم أنتم رفضين إيه الخضوع فالمهم يحن الأنطاقي وبعض الأساقف وقعوا فرحوا منضبين البابا كيرولوس سلموهم خطاب الشركة وانطلقوا للبابا كيرولوس طبعا البابا كيرولوس رغم الألام التي شفها والإهانات وغيره يهموا سلام الكنيسة فقال طالما في النهاية قبلوا الخضوع للإيمان المستقيم ورفض ما هو خطأ خلاص ففرح وبدأ يبعد خطابات للأساقفة يهنقهم بالسلام ويعبر عن فرحوا أن حصل سلام في الكريم يحن الأنطاقي أيضا خلي بالكم عشان دي مستند مهم كتب رسائل لأسقف روما والكوستنطنية وللبابا كيرولوس نفسه شرح فيها كيف تم من اتفاق بالصورة اللي قلناها دهيت أن الاتفاق تم على الأساس كذا وكذا وكذا بدأت الأمور تهدأ قليلا ويفادئ الجميع بنصر إشعاعات وإدعاءات أن الاتفاق تم ونهم على أن الكرديس كورولوس عبد عبد الأفكار ونبز الكتابات اللي كان كتبها وأن هو قبل سيغة إيمانية كتبوها هم وبقت لها سيغة الاتحاد اللي على أساسها تم الاتفاق والسيغة اللي هي عرض الإيمان اللي هم كتبينوا في الرد على اللي بقول عليه أبو لينالي أعتبروا دي سيغة الاتفاقية وطبعا لا وجودة لها بسيغة ولا غير يعني وبدأوا ميفسروها النقط اللي بنقول عليها وصفها لكديس كورولوس بعض العبارات الغامدة اللي بورس وصف حمص فسرها بطريعة أرسزوكسية بدأوا يفسروها بالطريقة التي تضطفت مع أفقارها وبدأوا ينشروا هذا الكلام ففي ناس تبعت للبورس زي اتفقت معاهم ومتعرفين طبعا زي مما كانش الاتصال زي الوقت ولا تليفونات ولا نت ولا غيره البابا كورولوس في البداية كان بيدفع عنهم لا دا احنا اتفقنا لأنهم أقروا كذا 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 وافتكر أن في ناس بتشن عليهم بعد فترة طيقنا وتأكد من الأسليب الملتوية المخادعة التي بيتبعونها فطبعا نفعل جدا ورح كتب رسائل من أقوى ما يمكن في التحديد الإيماني حوالي خمس رسائل ما زالوا هم لغاية دلوقتي يقولوا أن احنا بنفهمها غلط بابا كرولوس ما كان سيقصد كده لكن احنا بنفهمها ايه غلط وبدأ ياخد موقف لما كانوا عملوا شركة وبعتوا ووقعوا فوقع يحمل أنطاقي وبعض الأساطفة الآخرين اللي ما وقعوش الإمبراطور قرر أن يحكم عليهم فقالوا خلاص خلاص هنوقع فالبابا كرولوس لأنه خد دارس بقى من المخابعات اللي عملوها رح هو كتب ما اكتفاش بس بقرارات مجمع أفاسوس كتب تحديد إيماني قاطع مانع يوقع لي هذا التحديد الإيماني يخفى لا يعلم عنه الآن لكن قدرت تحصل على بعض فقرات منه متفرقة من كتابتهم هم اللي بينشروها ظل ما تبقى من حياة البابا كرولوس يوضح معقفه بسبب الإدعاءات والتزوير يمسكوا رسائل لي ويروحوا مغيرين فيها حاجات أن البابا كرولوس عدل عن فكره يقول كذا أنهد وتعب منتصرت معنا الغيط مجات سنة ربعمية أربعة واربعين وربنا يعني قاله كفاك تعبا وخده في السماء بعد جهاد وكفاح كبير برغم فجيعة الكنيسة كلها وتأثر الجميع بين يحد البابا كرولوس العجيب أن بقدر ما كان فرح وشمات المقومين له لدرجة وصف موته بحاجات صعبة أو يقوله أخيرا مات الفرعون وكتبوا كتبات مش قيسة من دمهم صدوريتس نفسه وهيبة بسكفرها وآخرين مين بقى شايف الحاجات دي كلها وتبعتها وتاريخها البابا دي سكورس لأن ترسم بعض البابا ترمس البابا دي سكورس وكان تلميزه فمتابع كل الحاجات دهائت إشعاعات ومتعا كتيرة فجيب بعد كده مكسيميانوس مات وجي واحد اسمه بروبلس بعد كان أورسوزوكسي قعد فطرة وانتقل فجابوا واحد اسمه فليبيانوس تابعا لمدرسة القصة متنائية وبدأوا يشيعوا أن المصالحة اللي تمت مع الكرديس كورولوس سنة ربعمية وثلاثة وتلاتين تمت بناءا على سيغة مصالحة هم اللي كتابوها اللي كان كتابها سوء دوريدوس وللأسف ما زال البعض يقول كده وأحيانا بعض ناس من كنستنا يقروا حاجات أجنبية ويأخذوها ويتكلموا ويعلموا بها كأنها سيغة المصالحة بتاعت ربعمية تلاتة وتلاتين ويفصروها بالطريقة اللي تتوافق مع ايه فكرهم فكان فيه صراع حوالين هذا الأمر ماذا حدث في ربعمية تلاتة وتلاتين كده ولا كده فبعد يحت البابا كيرولوس استغلوا الفرصة كمانو عمالين بقى يرسموا أسقفة لهم لهم الفكر النسطوري حتى رسموا بعض القواد اللي كانوا حضروا مجمع أفسس وكانوا يعيقوا الوصول للرسائل وكده واحد اسمه إريناوس من لا يصلح رسموه مات يحمل أنطاكي جئ ابن اخته اسمه ديملوس كان شخصية ضعيفة لنفس الفكر وكان اللي بيقود الموضوع كله سؤدوريتوس كان فيه واحد فرها اسمه رابولا القديس رابولا كان راجل طقي أرثوزكسي مجرد متنيح جابه واحد واحد بداله اسمه هيبة اللي هو عاب في البابا كيرولوس بعد انياحته وفعاد في تعليم والدنيا عمال اشياء وحاجات ان المصالحة كانت كده والبابا كيرولوس تراجع عن فكره والتعليم المسيح له طبعتين وهكذا مين اللي كان بيقونهم في الكوستنطينية مين اللي كان بيقونهم في الكوستنطينية عمالين انتشروا حتى في الكوستنطينية لكن كان فيه شخص بيقون تفتكروا مين وطاخي وكان يبعد للبابا دي سوروس يعمل كذا وكذا وكان سؤدورت داخل خارج في الكوستنطينية ويهي لني ويعي وطاخي كان لما كان عند الامبراطور فاعرفوا اللي بيعملوا سؤدوريتوس فالامبراطور أصدر قرار بأن ينتزم سؤدوريتوس وبروشيتو ما يدخلش بالسلطنية سؤدوريتوس فالفواز وكان قصف روما اتنيح وليه بدل واحد بدل منه اسمه لو فرحفات بعض ويطلع على قصف روما وقال له ازاي انت تبقى موجود وبترك الاسكندرية طيح فينا كده انت قسكو في العاصمة الام في الكلام جاي على هاو مين لا قال له طب لي ما تحلش الموضوع ده كله انت بتكتب تحديد ايماني والكل يلتزم بي بتفتكر كده ابو اي بتعروا ما في ذلك الوقت ما كانوش لهوتيين كان كرسي العاصمة كان السياسة اكتر منه لهوتيين يعني ما كانوش يحضروا حتى المجامع ملهمش دور في المجامع المسكنية ولا خارس تسقسكوا المصابحة بي عبر على المنكاتر عايزيني يكون روحة ان هي كده ان المصابحة قالت بطبعت فرحة فرحوا دعوة لمجمع مكاني في القسطنطنية ما تستعجلوش في حاجات يعني اسمعوا كلام وهشنحلكو تفاصيل بعد كده اعملوا مجمع في القسطنطنية مجمع مكاني ما خلوهوش مسجود سنة روحة تمانية واربعين بقيادة فلديا بس اسكو في القسطنطنية لمحاكمة مين بطاخ تعال انت عايق هتبحاكل اللي انا اعملت ايه قالوا تعال انت بتقول ان المسيح طبيعة واحدة قال لهم اه كل قباء الكنيسة قالوا كده يعني ما بتؤمنش انه الطبعتين قال لا يعني معنى كده انك بتقول انه ما خدش طبعتنا ما قلوش نفس طبعتنا قال لهم لا خد طبيعة طبيعة ام ببسطة كده خد طبيعة ايه ام قالوا يا خلاص يبقى تلا ما خد طبيعة ام يبقى طبعتين قال لهم لا بقنا ما قلوش كده قالوا طبيعة واحدة قالوا يبقى انت كده بتنكر الايه ان صوت المهم حكموا عليه وغيروا اطواله غيروا زوروا في اطواله وحكموا بحرن وطاق هو لما شاف حيسيات الحق والطريقة تظلم فبعد تظلمه للامبراطور وللبابا ديوسكورس والأصف روما وكل القيادات اللي موجودة في نفس الوقت لما حرموه اطروا انه اتحرم لقلب طبيعة واحدة وده مخالف لتعليم الكنيسة ومخالف للمصلحة اللي تمت بين يوحنم انطاقي وبين الشرقيين وبين القديس كورولوس اللي اطروا فيها بالطبعتين يعني استخدموا اللي موجودة ده عشان يقروا انه كان فيه سيغة مصلحة بالطبعتين بين البابا كورولوس وبين الشرقيين وسيلة لتقنين وتقرير حاجة هم عايزين يقرروها فبعد تظرم طبعا حصل ارتباك وقلب مما دعا الامبراطور سيودوس ان يدعو لمجمع مسكوني في افاسوس فانعقد مجمع مسكوني في افاسوس سنة ربعمية تسعة واربعين البابا يسكوروس ياولاد من اربع الشخصيات اللي عرفتها كنستنا كان محنك جدا وعلى دراية بالالعيب والحاجات اللي بتتم لان شاف وعاصر معاناة البابا كيرول اسمعان فما كانش هو رئيس المجمع لوحر خلى المجمع برئاسة سلاسية رئاسة سلاسية البابا بيسكوروس ويوبيناليوس أسقف أرشاليم وتلسيس أسقف قيصري المهم جابه قطافي انت ايه ايمانك فالإيمان مستقيم جدا بالقول والكتاب العباء اللي في المجمع قل فيه اعتراض على ايمان ده قالوا لا ده ايمان مستقيم ما فيه حاجة وما لإيه اللي حصل قدم الحاجات تثبت انه غيره في اقواله وزواره حاجات المهم لما اقرب ايمان مستقيم المجمع قزر قرار بحل قطاف رفع عنه الحكم اللي كان واغض ظلم وكان مين خضر بقى في المجمع في لبيانس وديمنس وسقودوريتوس وإريناوس كل الشلة اللي هي واللي كانوا ضد البابا كيرولوس فمسكهم البابا ديوس كوروس واحد واحد بعد انت كتاباتك وإيمانك ايه كل يقول طبعتين طبعتين قال لهم لا ده مش مصطور واحد ده مصطرة كتير موجودة فاتحرم في اليوم ده عدد من الآباء الأسقف اللي هم كانوا ترسموا في الفترة اللي عايزين ينشروا فيها الفكر النسطوري وعالج من الجدور برئاسة ثلاثية زي مؤتركم المجمع مدير بطريقة رائعة في المراجعة الأجنبية دلوقتي يسمون مجمع اللصوصي لكن من أقدم الوسائق لأعمال هذا المجمع كتبها البابا تموساو الستة وعشرين اللي جيب بعد البابا دي سورس كان حاضر وكتب أعمال مجمع أفسس على حقيقتها كل مرجع ده موجود عندي موجود باللغة السريانية وترجم للألمانية يبين من أرواع ما يمت يطفق معه كتاب نشر الكاتوليك في روما باللغة العربية سنة 1694 اسمه مضمون المجمع الخلق دول كانوا نشروا عشان ينشروا الفكر الخلق دوني عندنا فجابوا الوسائق القديمة من غير ما يلعبوا فيها كتير يعني بس اتلخفن شوية كده نشروا ففجوا ان جابت نتيجة عكسية فرحوا لموا الكتاب بعد ما كانوا ينشروا لمهم لكن بقيت بعض النسا قدرت أحصل على أحدها وموجود وموجود ذكر هذا الكتاب في السنكسار لأحد الأباء البطارقة مش فاكر البابا يبقى انس الثمنتاشر أو السبعتاشر ان كان جابوا جابوا سيرة لان الكتاب ده اتناشر يعني وبعد كده لهم ودين المهم انفض المجمع بحل أطاقي وحرم الأسقفة اللي هم عاملين قلق واللي لهم فكر نسطوري وكانوا ينشروا الأكاذير حول البابا كيرولوس وحول المصالح 433 تحبوا ناخد بريك ولا نكمل اللي عايز بريك يرفع ايده اللي عايز نكمل يرفع ايده طيب ممكن ناخد بريك بس بشرط هدي زمن محدد لابد ان نجتمع فيه عشان نقلم من الآخر شبار دلوقت الساعة كان ستة لخمس يكفيكوا قد ايه عشرة دقايق خلاص بعد عشرة دقايق الكل يتجنع اتفضل ام احنا قمنا وقفنا لغاية مجمع أفاس سبتان واللي حصل فيه باختصار وإزاي أن المجمع أعطى الحل لأطافه بعد أن ثبت براءته وأعلق إيمانه المستقيم وإزاي خرم بعض الآبات الذين لهم فكر مستوري ونشاط مستوري يتمسكين به أنتوا تلاحظوا أن نتكلم عن المغطاخي بطريقة تبدو غير مألوفة شوية ما تستعجلوش أن أعلن بصراحة وضوح موقف الكنيسة من غطافي إيه في الآخر ولكن أنا بعيشكم الأحداث اللي حصلت بالفعل لأنه من ضمن الحاجات اللي بتوجه للوبر يوسكورس إلى يومنا هزم أنه إزاي أعطى الحل لغطاف فالناس تسمع تقول آه طب نعمه غلطات لماذا أعمل كده فأنا بوريكم تفاصيل قد تكون غير معلومة لكم عشان تعرفوا يعني عزمة البوض يوسكورس وعدله وضقته وحنكته ما كانش سازج يتضحك عليه لا فأ عشان كده بقول لكم في حاجات محضرتين دول لازم يتحضروا بالكامل لو حضرت جزء ومحضرش التاني ممكن يوصلوا انطباع أو فكر معين ممكن مش مصبوط فلازم الكلام يتخذ في مقماله للنهاية لا يتطع بزئية مجمع أخسوس بالقرارات اللي أخدها كانت قرارات صائبة الكنيسة استراحت شوية من كل الرؤوس الشار اللي مسببها ألا لكن انتم عارفين ان عدو الخير والشطان مش ممكن هيسيد الكنيسة يقول ما احنا عايشين بعد قليل مات الامبراطور سيودوسيوس ولم يكن له وريس انتم كلكم عارفين الحكاية لما أرسل رسول لبرية شهاد هو ابن زيوس واستشده مع شوك برية شهاد 49 شهيد شوك شهاد وربنا يعرفوا ان مش هيكون له ناسنا لما مات ولم يكن له ابن او وريس كان له اخت اسمها بولخاريا او بولشاريا كانت قد نظرت البتولية فبعد ما مات الامبراطور في بعض الاباء ما كانوش مرتحين ان زي انسان يندر وبعد كده ايه يعني يرجع في نادو تقرب اليها المجموعة اللي كان محكم عليهم وطلقوا بعقد مجموعة وفضلوا يليحوا معاني ما كانش فيه قضية تستمعي الامان مستقر ايش حالا جدت الححهم ومساعيهم نجحت فانه مرقيان عن طريقه القرية ان يطلبوا عبد مجموعة مسكول فبعطوا للبابا ديس كورس دعوة بحضور مجموعة مسكول فالبابا تعجب ما هو سبب هذا المجموعة لان ما فيش ما يعكر الصف او ما فيش قضية لمن هي موجودة تتنقش الامان مستقر وفي ضاية الكمال لماذا عبد المجموعة لكن أصره فراح وهو رايح كعادة أبأنا خد معاه الكديس الأنبى مكريس أسقف إدكو كان أسقف بسيط وكديس في حكايات تاريخية جميلة مع البابا يسقور وقضايا الإيمان ومش هنسلك معاه لأن أبأنا بسراحة نشهد لهم بقوة الحجة وقوة الإيمان فقالوا إحنا نعمل محاولة قبل المجموعة لو قبل تحديدات الإيمانية اللي إحنا عايزينها يبقى خلاص مكانش ينعاقد المجموعة ونتعامل معاه في الإجراءات في أمور إجرائية مش أمور إيمانية فالإمبراطورة التقت بأساقفة الملمع اللجوم واحد واحد كده على مفراد وجابت طمس لوت اللي هو كنس أدري تسعوله للاوت وطلبت من الأسقفة أن يوقعوا عليه مش الكل بيبقى عنده ثبات وقوة الأباء العزام أو حتى في كل مكان تتختلف الشخصيات ففيه شخصيات مجرد وقع فبيوقع خدتهم واحد وراء التاني بأسلوب الوعد والوعيد فكتير وقعوا على طمس له جيت دور على مين بقى على البابا بيس كورس شخصية مختلفة فجابتهم فجابتهم الطمس وقع فقال لها ما شأنك أنت والملك بأمور الإيمان ربنا ادوكم الملك خليكم في الملك لكن ما يخص الإيمان ده من اختصاص الإكليروس بعدين الإيمان في غاية الكمال ما الذي مغير فيه فرح تريد له خلي بالك كان فيه واحد زيك كده دماغه نشهة أيام أمني كان الامبراطول الافدوكسية على ما أتذكر يعرف اللي هو القدس يحنز أبيه الفام وانت عارف إيه اللي جراله لأنك نفى نفى القدس يحنز أبيه الفام ومات في المنفى فرد عليها الوابة دي يسكر سألها وانت عارف إيه اللي جرى لأمك بعديها أنا تعبت قوي مرتحتش غير لما راحت وطلبت الصفح منه بعد أن يحكم فرحة لطميته وبعض الجنود يعني اعتدوا عليه فيه سنان من وقت ونتف شعر لحيته وبعضهم لأولاده في اسكندرية لهم سمرت الإيمان يعني ما بقاش فيه يعني فرصة أخرى غير أنه هما لابد يعقدوا المجمو فاتفقوا أن يتعاملوا معها في الإجراءات في الأمور الإجرائية أعرفين أنتو في القضايا يعني نقعوا فيه وبعدين حشدوا جمع غير عادي لا علاقة لهم بالمجمع يعني المجمع اللي قبله في أفاسوس كان نقتم بأفاسوس قصة 250 أرجوك وقفلوا التليفونات اللي أنا سمع التليفون نقية 318 دول حوالي 600 وزيادة كمان حاجة غير عادي وبعدين البابا ديوسكورس هو الأسافة المصريين وهم داخلين فجئوا بحاجات غريبة لا أنت ما تقعدش هنا أنت تقعد كمتهم حصل الضجة ده مين ده المتهم ومتهم بإيه ومين اللي يقوله حصل أغض ورد لا ومين قعد في المجمع رغم أنه محكم عليه سؤدوريتوس الذي لا يحق له حضور المجمع لأنه محروم لما حصل شد ورفق فالبابا ديوسكورس حفظا للسلام قال لهم ما فيش مانا هقف كمتهم وما نشوف إيه التهمة بتاعتي إن المدمع ده كله مخصوص عشان خاطر مين البابا ديوسكورس فالتهمة الأولى إزاي تعقد مجمع مسكوني بدون إذن بابا روما أو قصقف روما ما كانش كلمة بابا دي لسه معبود قصقف روما كان بابا دي حصة باباوات الإسكندرية بعد كده برضو اتغذت فلهم من إمتى المجامع بتنعقد بإزد مصقف روما المجامع بتنعقد بدعوة من الأمبراطور وده معروف التريق تم مجمع نبيا بدعوة من الأمبراطور كوستانتين المجمع الفاتكة بدعوة من الأمبراطور سيدوسيس وهكذا وبعدين ده حتى القصف روما بعد من دوبين هذه تهمة فننها التهمة التانية ازاي اعطيت الحبل وقطافة قالوا من هزا ف انتو انتو اشمعنا انا تضمو مش انا الواحد كنت رئيس المجمع كن رئاسة السلسية اشمعنا بتحكموني انا يعني قالوا لا لا هو بيقول غير كده قالوا لو بيقول غير كده ده مش يستحق الحرمة بس والحرقة ايضا لو بيقول غير كده لكن هو قالوا مش كده وبعدين مش انا الواحد اللي حاريت يعني في اسقف كتير من اللي قاعدين وقاوا على الحل ففي بعض الاسقف اللي هم استكتبوهم قالوا اتضغط علينا هم قالوا كده والاسقف المصريين انفعوا قالوا نعم اتضغط اسقف يتضغط علينا جندي المسيح لا يهاب الموت اوقدوا النراء اللي نوريكم كيف يكون الاستشهاد فرجوا باسقف اللي قالوا اخطأنا ونطلب الوفراء اخطأنا ونطلب الوفراء فقادي تفنيده اخرى اجرائي فشل ازاي ما قارتش طموس لون رسالة الاصوف لون في المجمع اللي هم كذا مرة قلت ونقرأ رسالة احينا لون والكاتب السكرتاري قالوا لسه في مواضيع اخرى كان مواضيع كتيرة فالوقت مكفاش لما ارى وبرضه بيقرر ما كانش هو الوحيد رئيس الايه المجمع ليه حرمت في ليبيانوس قرر نفس الله ده ما كنتش هو واحد ولأنه علم بتعليم غير كرسوس قصية بيقول بالطبعتين فدخل بقى الصراع طبعتين ولا طبيعة فقالوا نشوف رسالة لون نهراها فطبعا رسالة لون طول طبعتين البابا البابا دي سكورس لأن الأمر لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي وبعد لها تؤكد تؤكد الإيمان بالطبيعة الوحدة للسيد المسيح اللي عندنا فنلاقي العكس فالمهم طبعا كان أقوى مستند بخصوص شرح الأمور دي البنود اللي اتناشر للطبيس كرسوس فقالوا له خلاص دخلوا بقى في أمور لهتية يعني كل الحاجات الإجرائية انتهت بقى مضطرين مفيش قدامهم غير الحوار اللي هو فرح جايب الأسانيد القوية معاه وهيبدأ منقشة قالوا خلاص ترفع الجلسة وتعقد بعد خمسة أيام وتعطى فرصة لقراءة وفهم طبوس لون فضوء الجنود اللي اتناشر القديس كرس يشك لأنهم لم يقدروا يتعانوا في القديس كرولوس في اختلاف واضح فقفلوا ترفع ونقش عفضوا القديس كرولوس بعد كان خمس سياء رحوا بعد ثلاث أيام عملوا جلسة ما كانش فيها حاضر القضاء المدنيين كان فيه كذا قاضي مدني حاضرين لضبط الإجراءات ودعوا فيها القديس دي سكورس طبعا الجلسة تعتبر غير قرونية إنها سابقة لمعادها ومش مكتملة للأرقاد من تجعلها جلسة رسمية هو رفض وبعض الروايات التاريخية تضيف كمان إنه منع كانوا موقفين حراس عليه إنه ما يخرج فعمل طريقة في قاعدة في المجمع المقدس لما حد يدعى لازم يحضر لو رفض الحضور يبعتوله تلت مرات تعالي فيه معيزينك رفض يبعتوله تاني رفض يبعتوله تالت رفض يتحكم عليه فحصل كده دعوه ثلاث مرات فلما لم يحضر للأسباب اللي قلتها فحكموا على الباب بيس كورس بالحر لأنه دعي ولم يحضر ولم يقرق أن يحكموا عليه كأنه منحرف في الإيمان أو هردو حتى في شدة أمرهم لم يقرق أحد أن ينطق على الباب بيس كورس أنه بسبب إيمانه ولكن قاله لأنه دعية يعني برضو اتخذ وسيلة إجرائية يتحكم بيه عليها مش الإيمان لأنه معروف أبأنا وبنافيه إلى جزيرة غغرة طبعاً حصلت ضجة كبيرة وده كان أول انشقاق في الكنيسة الكل هاج حتى في الكسطنطنية نفسها في أرشالين في مصر كل التجمعات الرهبانية في كل مكان زي معتلكم الرهبان كانوا دائما متجهين إلى مصر أما راح لجزيرة غغرة رافقه وحب يرافقه القديس مكريس أسقف قال له مش هسيبك هكوم معاك قال له لا انت لازم تروح أسكندريد ان ليك رسالة هناك فينتظرك إقليل هناك فالمهم جاء للأنبا مكريس أسقف إدكو وتقابل مع المندوبين بتوع الملك ومنت جواب معهم وهو بيكلمهم رقصوا رقلوا فوقت سقط شهيدا في الحال وتحققت نبوة الجبو ديوس كورس وصار غليان وهجوم شديد في الكنيسة كلها على مجمع خلق دوني واتهم بالمسطورية ان لما أروا طموس لاون في المجمع قالوا كده ان السيد المسيح أكنوم واحد ومين اللي كان بيفصر الطمن ويشرح لهم سودوريتوس كان حاضر وهو اللي كتبه فقال لهم نقصد بالأكنوم البروسوب اللي احنا قلنا لما قلنا بنتكلم عن السور وهنعدها تاني دلوقت فأكنوم واحد في طبعتين في مشقتين في فعلين طبيعة قابلة للإهنات وطبيعة متلقلئة بالمعجزات يعني بالعجائب يعني كل فعل يفص الطبيعة اللي تفص أكنوم واحد في طبعتين في فعلين ومشقتين برضو ما جبناها الشاشة كل مرة يقول له فين الشاشة أنا أشرحها أنا عايزك تاخذوا بالك يا أولاد من الحتة دي قوي من دلوقت يوجاي دي النقط اللي عايزك تبقوا أخذين لبالكوا منها عشان تعرفوا الواقع الفكر والإيمان اللي بن يعني بنقتنع بيه بنعيشه كناس الأخرى أيضا بالوحف نحن أقول له أن النصور قال أن السيد المسيح طبعتين وأبنهم خلاص يا أبو أنا مش لازم مش عش يعني تخيلوا معايا وفهمهم هم مستوى فهمهم حال متحدين في الشكل الخارج اللي هو البرسول فسوء دوريتوس فسر الأقنوم الواحد هنا أول مرة كان يحصل بقى تلاعب في المصطلحات حتى أيام البابا كورولوس مع نصور كان المصطلحات مفيش فيها خلاف بدأت تلاعب في المصطلحات ومعانيها من خلق دنيا قالوا أقنوم واحد في طبعتين ومشئتين وبعدين صدوريتوس فرق تفسر قال نقصد بالأقنوم هنا البرسوب بروسوب يعني قناعة أو شكل خارجي أو صحصية تمثيلية اللي هو تعرفت كتير فأبقنا عارفين إن ده ده فكر نسطور طب مجمع خلق دنيا قال أقنوم بدأ من يقول بروسوب قال أقنوم واحد طبعتين مش كتير فعلي طب خلينا نشوف معاني اللي قالوا هل تتطفق مع تعبيرات نسطور لا أول حاجة أقنوم واحد صدوريتوس فسره له وشرحه إنه مقصود بله البرسوب الواحد يعني ممكن نشيل أقنوم ونحط بروسوب فكأن نسطور قال بروسوب خلق دنيا قاله بروسوب ما هو قال أقنوم بمعنى بروسوب فإذن يتساوف في النقطة ده نسطور قال طبعتين خلق دنيا قاله طبعتين يبقى الأمور باش يا زي بعضي هدلوقت الحتة الأخيرة عايز تصحصح ما شوف فهمين ولا مش فهمين نسطور قال أقنوم خلق دنيا قالوا فعلين ومشئتين وهنا هسألكوا سؤال كنا اتكلمنا عنه في التعريف الفرق بين الطبيعة والأقنوم وكده الفعل والمشيئة من الصفات الطبيعية ولا الأقنومية الأقنومية لأن قلت بفرق بين شخص والتاني بسلوكه بفعله وهكذا يعني فإذا لما اتكلم عنه بالمسنة فعلين مشئتين يعني كان يبقول إيه أقنومين يعني ممكن نشلهم وحط بدلهم أقنومين يبقى يبقى نمسك المعادلتين بروسوب بروسوب طبعتين طبعتين فعلين ومشيئتين نشلهم وحط بدلهم أقنومين وهنا أقنومين المحصلة إيه ده يسوي ده مع الخلاف اللفظي في التعبير فأصبح مجمع خلق دنيا إقرار صريح بالفكر النسطوري اللي مبني على فكره ومنهج ومدرسة أنطقيا في مفهومهم للاتحاد فأصبح في اتهام شديد من الكنيسة كلها المجمع خلق دنيا حصل استشهاد يا أولاد يمكن يفوق في بعض الأحيان ما حصل أيام الإمبراطورية الوسانية في يوم مرة في يوم واحد استشهد في الإسكندرية 200 ألف واستمر فترة طويلة عارفين أنتو حكاية الأنب الصوميلي المعترف وغيره وغيره يعني فبقى فيه اتهام صريح بالنصرية الدفة دايما كانت في صالح الكورسوزوكس اللي هو الإيمان بتاعنا حصل محاولات تعديدة أيام الإمبراطور زينون عمل بحاجة اسمها الانوتيب بردو ما فيلاحدش جي في وقت كان فيه رسكو في القصنطنية اسمه أكاديس بعد رسائلة اللي كان جي بعد كده و حصل انضم وعمل شركة مع كنيسة الاسكندرية فحرمو أنا عديت فترة فاقدري وديكم فكرة سريعة كده عشان إن شاد رحكي لكم كل حال المهم جي بعد البابا بيستورس البابا بيستورس رحل نفر وتنيح وهو في المنفى وكان لنياحته أثر قوي جدا على أولاده في مصر لأنه انتقل وهو بعيد عنهم بسبب إيمانه وتمسكه بإيمانه بإيمانه مستقيم ما أسهل إن كان يوقع عشان كده عشان كده أضطر الإيمان يا أولاد ما تستهنوش بالتمسك بالإيمان ما أسهل كان بكلمة وتوقيع يعيش مرتاح ومعزز ومقرم لكن أبقنا دول فضلوا التعب والإهانة والبعد عشان منفرطوش في الإيمان ومسلموه لنا إيمان مستقيم فجيب عدو البابا تيموسوس اللي هو كان سكرتير وتلميز وكان فيزة نقول لكم الغلبية مع الإيمان بتاعها وبدأوا ينشروا أهم البابا دي يذكروا سحل أطاقي أحل أطاقي أحل أطاقي وأطاقي يقول أنه ستة لاش ويقوله بطبيعة واحدة كأن ما في نفس الاتهام المتكرر اللي كان يوجه للبابا كيرولوس أنه أبو لنا طالما يقول طبيعة واحدة يبقى أبو لنا ففي أحد اللقاءات أنا أشرح لكم موقف كنيساتنا من أطاقي يعني كان مع البابا تيموسوس ستة وعشرين فبيقولوله إزاي أنت أطاقيين لابنك حللت أطاقي قال لهم لا يوجد عندنا ميودين أطاقي وطاقي له إيمان أعلى الإيمان سليم فقالوله لا دا ضحك عليه وكان بيقول غير كده قال لهم ما فيش ما يزبط كده قالوا لأ عندنا شهود بيقولوا أنه قال غير كده فالبابا تيموسوس عشان يحسن الموضوع ويغلقه محدش يتلتك فقال لهم خلاص على شهدتكم أنتم طبعا إحنا ما ينسب لأطاقي لنقبله بس هو قال ما قالوش مش دي قضيتنا المهم ما ينسب لين نقال لنقبله على الإطلاق أما أنه قالوا ما قالوش فدي بقى فعال ما الله البابا تيموسوس حسمها قال لهم على شهادتكم تنه حرم أطاقي على شهادتكم التي ستعطون عنها حسابا أمام الله وقرر حرم أطاقي بناء على شهادة الشهود التي شهد وقال لا هو قال كده واسمانا قال كده فأصبح في كل الأحوال الحجة أو الاتهام الذي يقولون أن أطاقي كان يقول أن ست تلاشة وكده حتى دي مش موجود والاتهام ما زال موجه لمجمع خلق دنيا بالنسطورية والكل يدرك أن دي تحديدات نسطورية صرف فجيب بعد فطرة واحد اسمه لوانديوس البيزان له فكرة مدرسة أنطاقية فبيقول إيه أنتو ليه بتتهمون أنا النسطورية فبنقول لهم نسطور الكذا وانتو بتقوله كذا فرح ابتقر نظرية فلسفية غير منطقية جديدة قال آه هو في طبعتين لكن إحنا لن نقول بأقنمين أقنم واحد نقوله ما هو مش ممكن الأقنم يبقى واحد إلا لو الطبيعة واحد قال لا أقنم الكلمة اتحد بالطبيعة البشرية بدون أقنم اتحد بالطبيعة البشرية بدون إيه وصار هو أقنمها فأصبح أقنم في طبيعتين كلام فلسفي مش منطقي صار هو أقنم أو شخص فيه في طبيعتين يبقى احنا كده مختلفين عن نصور نصور قال أقنمين احنا بنقول لا ما فيش أصلا أقنم بشري وبدأوا يهجموا النصورية انتم نستطرة بيقول أقنمين احنا بنقول أقنم واحد اللي أقنم بشري يبقى نسطوري طب زي التحد بالطبيعة البشرية ملهاش أقنم يعني والتحد بالبشر كلهم فأصبح فيه تعريف للمصطلحات جديد تعريف اللي قلته لكم ببساطة الأول الفرق بين الطبيعة والأقنم النصوري ده ده أبنم الولد خطنم واتكلم عنه في كتاب حوار حول السلوس هتلاق التعريفات دي موجودة واتكلم عنها القديس سويرس الأنطاقي في كتاب كونت رجون جراماتيكا نفس التعريف فطلعوا بابتقار جديد بتعريفات جديدة عشان يركبوا عليها الفكرة دهيkład قالوا لا ما هو الأوكنوم هو حامل الطبيعة بد glucنوم ما بيفرغ لا هو الأوكنوم حامل الطبيعة يعني أوكنوم حمل طبيعة بشرية بأوكنوم بشر حمل طبيعة لهوتية يبقى أوكنوم لهوتية حمل الطبيعتين يبقى أوكنوم للطبيعة كلام فلسفة لكن مش منطق مش واقعي وملوش اصول عند ابائنا فضلة الاتهامات عليهم انتو بتناقضوا البنود اللي اتناشت بتاع الكديس كورولوس وكتبات كورولوس وحللته اعطيته حل للي شتب الكديس كورولوس طبعا في الفترة دي ادي اولاد بدأ يظهر الكلام دي عدى عشرات السنين الكديس ساويرس الانطاقي فهم كانوا يأولوا كتابات الكديس كورولوس برضو يلعبوا فيها فالكديس ساويرس كان ربنا بيهيئ كل واحد في الوقت المناسب قول بشدة وعمل كتاب اسمه في الهيس اسم الحب الحقيقة جاء فيما يقرب من 240 قول للكديس كورولوس حدد التفسير واسبت التزوير اللي هما بيلعبوا في تأويل الكلام وكتب كتاب تاني اللي هو ضد يحن النحوي جاء فيه اطوال اباء غزيرة وشرح بالتفصيل مجلد من تلت اجزاء لدرجة هو نفسه الف احد رسائله ان الكتاب دي بزدت فيه جهد كبير قوي لانه كان في المنفى في مصر كتبه في مصر بيتنقل من مكان لمكان وكان يشيل معاه كل المراجع وهو بيتحرك وده السر يا ولاد ليه بنقدم القديس سويرس على أساناسس وعلى كرولوس وعلى ديس كوروس مع انه بعدينا لان هما يقروا بالقديس أساناسس يقروا بالقديس كرولوس لكن يلعبوا في كلامه فكأن كنيستنا عايزة تقول لنا ايه احنا هنستلم تعاليم ابقنا دول من فم القديس سويرس عرفتوا ليه بقى الكنيسة بتقدمه ابعد مري مرقص على طول فحصل ايه بقى بعد ما عملوا التوليفة دي في تعديل المصطلحات اللي وصفها القديس سويرس الأنطاقي قال لا سبيل للاتحاد والاتفاق مع الخلق الدنيين طالما يتلعبوا بالمصطلحات حتى في تعرفهم للأقنون وكده يعرفوا كده لما يجوا يتكلموا عن التجسد يجوا عن من السلوس القدوس يعرفوا بطريقة تانية نقول لهم هو كده ولا كده يقولوا احنا احرار فعملوا مجمع خامس لا نعترف دي فدلوا يوفقوا اقوال القديس كرولوس وتعليمهم مع ايمانهم وفقا للمصطلحات الجديدة اللي حطوها او للتعريفات الجديدة اللي ايه اللي حطوها فيبدوا شكليا كأنهم بيقتربوا ويصححوا فيهن انهما بيقرروا هما وفقوا كتابات القديس كرولوس عليه هم مش عملوا العكس مش عملوا العكس ومازالوا الى الان ويقروا بالشخص الواحد في طبيعتين وان الطبيعة البشرية بدون اقنون وده على فكرة كان بداية فكرة التأله هما بيعتقدوا بالتأله الانسان في الفلق دونين كانت البداية دهيت ان اللهوت اتحد بنسوت غير مقنن فغير مقنن كأنه اتحد بالبشر ايه كلهم وفضلوا بقى وفقا للتعريفات المصطلحات دهيت يفسروا كتابات القديس كرولوس بطريقة اخرى غير اللي يقصدها القديس كرولوس قال فيه اتحد طبيعي اتحد اقنون يقولوا اه اتحد طبيعي الطبعتين اتحد في الاقنون اتحد اقنوني اقنون الكلمة اتحد بالطبيعة البشرية مش يقولوا طبيعة من طبعتين اقنون من اقدمين لا يفسروها بالطريقة دهية حتى التعبير الشهير بتاع القديس كرولوس والبابا أساناسيوس اللي هو بيقول 100 فاسس تسيقه لغو سيصار كومين او 100 فاسس تسيقه لغو سيصار كومينو يعني طبيعة واحدة لها الكلمة متجسدة او طبيعة واحدة لها الكلمة المتجسدة يستخدموها ايضا بحيث اللي يتعامل بصفحية يفتكر ده احنا زي بعض بل يستخدموا نفس الاتحاد الطبيعي الاتحاد الاقنوني 100 فاسس بيقولوها يقولوا 100 فاسس تسيقه لغو سيصار كومينو طبيعة واحدة لها الكلمة متجسدة طب اما بيقولوها بيختلفوا عن منا في ايه في التفسير بقى يفسروها بطريقتين في بعضهم يفسر ايه يقول مية فاسس تسيقه لغو يعني طبيعة واحدة لله الكلمة يقولوا هدي اللي مقصود بيها الطبيعة اللهوتية سيصار كومينو متجسدة دي مقصود بيها الطبيعة اللهوتية يبقى ليتكلم عن ايه عن طبيعتين وبعدين يقولوا ها بطريقة تانية قبارك يقولوا خلي بالكم انتوا سمتعرفوش يناني لان ده لغتنا احنا بقى هما يقولوا كبه الاباء بتوعكم اللي هما بتوعنا هما كانهم فهمنهم اكتر استخدموا الطبيعة وبقنون بمعنى احيانا من المتبادل فاما بيقولوا مية فيس السسيئولغو سيصار كوميني كان ما يقصدش الطبيعة واحدة يقصد اوكنوم واحد وده اللي احنا بنقولوا انه هو اوكنوم واحد اوكنوم لهوتي بسيط ده ده بالنسبة للايه التعريفات وهكذا وما زالوا الى يومنا هذا ان اي حاجة مرتبطة القديس كرولوس عندهم هو مصالحة 433 اهم حاجة عند القديس كرولوس بالنسبة له مصالحة 433 اللي هي بيدعن هي في صيغة للمصالحة اللي البابا كرولوس ما اقرهاش خالص اقول له اهو دي صيغة المصالحة بتاع البابا كرولوس 433 في حين هو البابا كرولوس نفى تماما ان لم تكن هناك صيغة ايمانية جديدة على الاطلاق وانه لم يعدل عن تعليمه وما زال هذا الفكر او نقطة الخلاف دي بعطية رغم المحاولات الحوارات نختلف فيها مع الكنيسة البيزنطية الكالسوليكية البروتسانت عشان كده بتلكوا دي من اهم النقط لان هي اول واحدة ونقطة مشتركة لان هم كلهم كانوا قتلة واحدة وتفرعت زي ما قلتلكوا قبل كده خلافاتها دقيقة جدا اللي ما يدرسهاش كويس يفتكر ان احنا واحد والخلافات دي كلها خلافات سياسية على الزعامة وخلافات فلسفية لغزية لكن كأنه مفيش خلاف لهوتي لكن لا في خلاف لهوتي موجود وإلا قبقى انه مكنوش استشهده بالاعداد دهية انا حاولت اشرحه باجاز لان الموضوع ده ممكن ياخد كل جزئية فيه وكل مرحلة فيه اولاد ممكن تاخد يعني مصالحة 433 دي ممكن تاخد موضوع كبير مجمع افاسوس ياخد فترة مجمع خلق الدنيا ده قرص وهكذا يعني لكن انا حاولت تعملكم ملخص شام الجامع عشان حتى اللي يحب يستطرد او يتوسع بعد كده يبقى عارف الخطوط العريضة للموضوع بلاش يسر لسه مخلصنا عشان فانا هتافي بهذا القدر بخلي بالكم الجزء اللي خير بالذات انا بغلقه على المتحان مقدما هوا هجيب فيه اسئلة كتير اسئلتي بتعتمد على الفهم فتركزوا هشوف بعض الاسئلة بسرعة واحسبنا يمشي او ممكن نخلي الاسئلة للمرة الجاية نحفف كده نتالى المرة دردون المرتبط نحفف موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة